ومناسبة مشوار البطولات إن شاء الله سندي الأهلي يجمع البطولات كلها النادي الأهلي تلقى كمان خطاب من اتحاد الكرة بيتم اختاروا فيه بإقامة مطش الاتحاد السكندري إن شاء الله اللي هيكون في الساعة تحديدا الساعة 8 من مساء الأول من ديسمبر المقبل المطش ده زي ما قلت لحضراتكم هيتلعب على أستاذ السويس الجديد في إطار طبعا منافسات الدور قبل النهائي بمسابقة كاس مصر الأهلي طبعا بعد ما قدر يتخطى أبو إيل الأسمدة بنتيجة 2 واحد تأهل للدور ده ونتمنى إن شاء الله بإذن الله بطولة إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي خليني أروح مع حضراتكم كمان لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة اللي أكد إن أستاذ قاهرة الدولي هيكون جاهز وفي أفضل حال خلال استضافة النهائي القرن بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الجاية إن شاء الله دكتور أشرف قال في تصريحات إعلامية النهاردة إن هم قدروا إن هم ينجحوا الفترة اللي فاتت مع اتحاد الكورة والاتحاد الإفريقي ووزارة الداخلية طبعا في إقامة المواجهة المرتقبة باستاذ القاهرة وكمان قال إن هم أقنعوا هيئة الاستاذ بتأجيل زراعة البزرة الشتوية لبعد المواجهة دي كمان قال إن هو بيقوم بزيارات طبعا مستمرة جدا لاستاذ القاهرة عشان يقدر يرتب للقاء ده وبرضو من أجل متابعة تطوير مجمع الصلاة قبل كاس العالم لكورة اليد قال كمان وزير الشباب ورياضة إن لحد اللحظة دي مفيش أي حضور جماهير للقاء الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا اختتم كلامه بأن في مبادرات بنقوم بيها في الوقت الحالي وبنتواصل مع الجميع سواء كان اتحاد الكورة أو الإعلام أو إدارات الأهلي والزمالك طبعا من أجل نبز التعصب وعشان يكون فيه روح رياضية هي السائدة خلال اللقاء وبعده هو ده اللي بنأكد عليه في مبادرة طبعا مصر أولا لا للتعصب مش معقول أبدا يا أحمد نحن نكون في حدث تاريخي كل العالم هيتفرج علينا وأن يكون فيه أي نوع من أنواع المشحنات أو عدم موجود الروح رياضية بين أكبر فرقتين في مصر والله الموضوع ده محتاج كلام كتير ومحتاج مجهود أكبر ومحتاج قوانين زي ما أنت قلت قبل كده طبعا يعني في النهاية من أمن العقاب أسائل أدب دائما طول ما بيبقى فيه تجاوزات وطول ما بيبقى فيه مخالفات لا يعقب ولا يحسب من يرتكبها هتستمر وهيكون مثل وقدوة لكتير حواليه حابين يمشوا في نفس الطريق لكن في النهاية قبل القواعد وقبل اللواح والقوانين ودي شيء مهم جدا أنا مش بقول أنها مش ضروري أو دور مش أساسي هي مسؤوليات كتير جدا بتقع على عاطق المنظومة ككل كتبكلم على اتحاد كورة كتبكلم على أندية كتبكلم على أجهزة فاني احنا شفنا الولاد في مطش منتخب مصر يعني هل في حد قبل مطش في منتخب الأهمية يمكن يكون بالنسبة لأهلي والزمالكة على مدار العشر السنين اللي فاتوا هل حد حس أن الولاد في الملعب عندهم نفس حالة الحساسية وبين قصين إنجاز التعبير حالة التطرف والحدة يعني ما أعتقدش أنه حسينا بفكرة أنه بين اللعيبة وهما لابسين تيشيت منتخب مصر فيه التعصب ده فيه أنا أسف أن أنا أقول كلمة فيه حالة الغل والكراهية اللي ممكن نكون بين قصين بنحسها بين جمهور من هنا وجمهور من هنا ما أعتقدش أنه ده يليق أبدا بحجم الأسماء الأنداء يعني منكلم على اتنين من أجهر أندية القارة مش منكلم على مستوى مصر بس للأسف اللي ساهم في الوصول ده ناس كانت مفترض أنها تتحل بالمسؤولية ناس في معاقة مسؤولية رؤساء أندية ماشي أجهزة فنية ماشي جون فريق سابقين أو حاليين برضو ماشي والإعلام من وراهم يتحمل أيضا جزء من المسؤولية